وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 441 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 96 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 82 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 9 أطمان أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 628 قضية من بينها 99 قضية خبز ناقص الوزن و 66 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتدول القمح المحلية تم ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت أكثر من 6 أطنان أقمح محلية